تحت شعار لا للمغالات في المهور انطلقت مبادرة مجتمعية في عزلة دبع الداخل في محافظة تعز برعاية رئيس المجلس المحلي الأستاذ عبدالعزيز الشيباني خلال لقاء تشاوري جمع مشائخ وأعيان المنطقة والشخصيات الاجتماعية والأمنية تمت فيه مناقشة أسباب ظاهرة غلاء المهور وأختارها على المجتمع والشباب وتم إصدار وثيقات نص على التعاون مع الشباب وتحديد المهر بمبلغ مليون ريال كما تم التأكيد في اللقاء التشاوري على أهمية التعاون مع الشباب المعسرين والشباب النازحين والمهمشين ما هذا هو لتيسير الزواج للشباب والنازحين على أسس مغالاة المهور لا يخدم المنطقة ولا يخدم المجتمع هذه المبادرة المجتمعية للحد من مغالاة المهور هي نتاج المغالاة الزايدة خاصة هذه الأيام ونظرا لما يمر به الوطن الحبيب فقد طلب بعض الأزواق أو الأعراس تكلف تكلفة كبيرة جدا إلى 5-6 مليون قمنا بهذه المبادرة باجتماع الوقهاء والأعيان والأمناء الشرعيين على أساس تحديد المهر وكذلك التقليل من تكاليف الأعراس بإقامة أعراس جماعية في مختلف القرى حتى يتسنى للشباب الزواج أو إكمال نصف دينهم بالنسبة للنازحين إخواننا الذين جاءوا إلينا من بلاد شتى فهم تزوجوا منا ونحن تزوجنا منهم كذلك من أجل فهم لا يستطيعون أن يعينوا أن يعولوا الأسر فكيف يستطيعوا أن يتزوجوا إذا كان المبلغ المهر يتقاوز أكثر من 3 مليون أو 4 مليون فينبغي علينا كخطباء نوعي الناس من أجل هؤلاء الذين جاءوا تأتي هذه المبادرة بهدف تيسير الزواج للشباب والحد من ظاهرة المغالاة في المهور والتي أصبحت تمثل حجر عثرة أمام الشباب في إكمال نصف دينهم حيث يعجز الكثير من الشباب عن دفع المهور المبالغ فيها التي يطلبها بعض أولياء الأمور الهدف الرئيسي إعادة الأمور إلى نصابها وعدم المغالاة في المهور لما من شأنه خدمة المجتمع وخدمة الشباب كي لا ينحرف هذا الشاب وهذه الشابة تصبح عانسة بسبب قشع بعض الآباء أو المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحح المجتمع اليمني والمجتمع بالمنطقة خاصة وعامة يشكو من غلاء المهور في أسعار من خطوبات ومن كوافير وفساتين وغير ذلك من العادات والتقاليد فنحث الجميع بالالتزام بما خرج بالاجتماع اليوم حيث خرجنا بالاجتماعات وهو الأقصى حد الأكبر وثنين مليون فما تحتول أدنى فيكون مليون مائتين أو مليون ثلاثمائة أو مليون خمسمائة المغالاة في المهور ظاهرة لها نعكاسات سلبية على المجتمع كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية التي دعت إلى تخفيف نفقة الزواج والتيسير في أموره والحد من هذه الظاهرة لن يتم إلا بالتوعية وتعاون الجميع وعمل مثل هكذا مبادرات عملا بمبدأ أكثر الزواج بركة أيسره نفقه